أول شيء إحنا أنا بعتذر باسم إدارة النادي وبعتذر باسم اللاعبين وجميع الأجهزة الفنية اللي عملت وبعتذر لهم أنا شخصياً على النتائج السلبية اللي حققها النادي الفيصلي في الموسم الحالي الأعتراف بالذنب فضيلة يا سيدي وإحنا كانت نعم في أخطاء ما هو واحد ينكرها يعني أنا ما أنكرها وأنا من واجبي ومن مسؤوليت وأمانتي نعم كان هناك في بعض الأخطاء لكن هذه الأخطاء كانت خارجة عن إرادتنا واللي بيعمل تغطي بالنهاية يعني الموسم الماضي حققنا جميع البطولات وأفرحنا جمهيرنا الموسم الحالي صدقني ما ودي أفوت التفاصيل لكن يمكن الظروف خذلتنا الوضع اللي كنا فيه خذلنا يمكن لو أقعد أحكي معك يمكن من هالا بكرة في كثير أمور حدثت ما كنا ننشرها على الإعلام ما كنا نقدم لكن تحملنا تحملنا الصعوبات الموسم الحالي لكن أنا بنعتذر لجمهيرنا بنعتذر لهذه الجمهير اللي دائما وقفت خلف الفيصل يعني أنت تفضلت في البطولة العربية في التقرير أنه جمهورنا كان في البطولة العربية له دور كبير في وصولنا للمبرارة نهائية ما ننكر جمهير ولا إدارة النادي بتنكر الجمهير ولا الشيخ بكر العدوى بنكر الجمهير بالعكس ودي أذكرك في موقف في بطولة كأس الدوري بطولة دوري محترفية للموسم الماضي رئيس النادي طلب من اللاعبين أنه الكاس تتويج تتويج طلب أنا ما بدافع عنه كرئيس نادي أول نولد عمي لا أنا بحكي كلمة حق أخذ الكاس وراح باتجاه الجمهير فورا هذا يدل أنه أنه أنتوا صانعين الإنجاز ترجمة نانسي قنقر